ترأست سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال الدورة الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية التي بدأت أعمالها مساء أمس بقصر الأمم في جنيف ومن جانبها أكدت سعادة وزيرة الصحة في بيان مملكة البحرين في المناقشة العامة لجمعية الصحة العالمية تحت موضوع الصحة من أجل السلام والسلام من أجل الصحة على أن الصحة والسلام وجهة لعملة واحدة فإنه لا بد كقادة في مجال الصحة السعي لتحقيقهما من خلال تنفيذ البرامج التي تحقق الإنصاف وإدماج الجميع بالإضافة إلى دعم المبادرات المعززة لحقوق الإنسان وأشارت إلى أن حكومة مملكة البحرين قد خطت خطوات واسعة نحو بلوغ الصحة للجميع على المستوى الوطني من خلال تنفيذ حزم التغطية الصحية الشاملة وإزالة المخاطر وحشد الموارد واختتمت وزيرة الصحة حديثها بالإشادة بمبادرة الصحة العالمية من أجل السلام المعروضة على جدول أعمال الجمعية دعية كافة الدول إلى تبني أدوارها وتسخير أدواتها لتحقيق الصحة والسلام معا كما أكدت الوزيرة على أهمية العمل كفريق واحد مع المنظمة لتحقيق الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 في التحضير للجوائح المقبلة